كما أشيع أنه أحد المرات تم ضربه من قبل أحد الجنود أو العراقيين طبعا من خلف الكواليس المناكفات كانت مناكفات بينه وبين قائد المعتقل كان قائد المعتقل ما يحب الرئيس ما يرتاح له من هو وليام ستل بنفس الوقت الرئيس يبادل لنفس الشعور فكانوا كانت هذه الحالة شوي تأثر على نفسية الرئيس داخل المعتقل كان هذا القائد متعجرف القائد الأمريكي وبعدين السجن إذا تذكر بالكويت قالوا قائد كان يسهل للمعتقلين هو هذا وليام ستل تليفون والتصالات خارجية كان متعجرف هو بس كان ما يطيق الرئيس بالمحكمة كان الفترة أو المسافة من الباب إلى القفص المحكمة أو المكان المخصص لجلوس المعتقلين كان بحدود أربع أمتار بهاي الأربع أمتار الأمريكان حتى لا يظهرون نفسهم يفتحون الباب ويدخلون الرئيس بهاي حتى ينطون طابع للمتلقية أو المشاهد أنه المحكمة عراقية نعم كانوا جماعة الحرس الوطني دولة جماعة الحرس الوطني أكثر متعبئين الميليشيات فكان لوي الوئيدة لوي يضغط على يعني خلنا نقول على زندة لوي يعني يسو حركات فكان يعني هو يرد عليهم وأعتقد العراقين كلهم سمعوا وشافوا بنفس الوقت كان المدعين بالحق الشخصي يخرجون عن أدب وأسلوب يعني أدب وأخلاق المهمة هاي مهمة نتوقف أدها بس خلنا أخذ استراحة قصيرة دكتور حتى أنت أيضا ترتاح أحبة المشاهدين الكرام استراحة قصيرة وناود مرحبا بكم أحبة المشاهدين الكرام مرة أخرى مرحبا بك دكتوري نحن نسف قلت أصحاب المدعين بالحق الشخصي كان لهم غير تعامل أو يعني كان يخرجون عن المهنية ويوصفوا الرئيس الله رحمن بأوصاف يعني ما تليق مثلا دكتاتور أنت كنت طاغية أنت كنت ما أعرف إيش فكان يرد عليهم فدائما نحن نعترض عند رئيس المحكمة وكان يعني حسب وضعه بس بالأغلب يردوهم ما يقبلهم بس هم يعني خلاص من أكثر واحد من القضاة يعني كان خلينا نقول ما يرتاح إلى الرئيسة أو يعني عدم ارتياح متقابل بالتحقيق دور التحقيق طبعا دور التحقيق هاي يعني لازم المشاهد الكريم يعرفها المحامة ما هي لأي دور يجلس وسجل ملاحظات وبالأخير يوقع على الإفادة على الإفادة بس هاي يعني قسم يستغربون أنه المحامين بس ها كتين لا هو هذا دور التحقيق ما لأي دور كم محقق تقريبا تولو حسب القضايا حسب القضايا يعني مثل هدر أموال الدولة يعني محقق بس معا يعني يعني هيئة هيئة التحقيق من ثلاث قضاات مدة عام قضية الأنفال كل القضايا اللي طرحت قضية الدجيل كل القضايا الكرد الفياليين كل القضايا اللي مطروحة إلها هيئة مستقلة ترتبط برئيس قضايا التحقيق فحسب القاضي نعم وأغلب العانينا أغلب القضايا المؤدلجين بإطار يعني أحزاب وميليشيات ومدفوعين يعني عدا المهنيين يعني عدا قسم المهنيين وليس كلهم لأنه بعض أغلبهم القضايا في المحكمة محامين وصعدوهم صاروا قضايا يعني احنا من خلال متابعتنا للتلفزيون أكثر واحد شفناه كمحقق هو السيد رائد جوحي يمكن أول محقق أو القاضي رائد جوحي كرئيس هيئة قضايا التحقيق حقق بقضية الدجيال وحقق بقضية الانتفاضة البقية مثلا الكرد الفياليين حقق بها مونير حداد قضية هدر أموال الدولة حقق بها ربيعي حسب القضايا نعم القاضي رائد جوحي هو قاضي يعني أصلا قاضي والقاضي عبدالله العامري قاضي والقاضي محمد العرابي قاضي رغم أنه متخرج جديد والقاضي رزقار القاضي رؤوف لا رؤوف محامي رزقار قاضي هذول قضايا البقية لا مقضايا محامين دكتور ما دمنا في أجواء المحكمة والما جرى فيها وهل كان يشكي لك مثلا من معاملة سيئة أو يقول لك أنه تعرض إلى كذا موقف يعني العشر تيام الأولى بالاعتقال تعرض لتعذيب تعذيب جسدي تعذيب جسدي من قبل الأمريكان وشوفني يعني آثار التعذيب كانوا هم يلحقون طبعا علينا فرفع بنطرونة وشوفني آثار التعذيب قال لي هاي حتى تكون هو كان يعتقد وأيضا نحن كنا معتقدين أنه ما توصل للأمور للمحاكمة يتم التخلص من عنده بطريقة السموم وهذا اللي كنا معتقدين الآن وهو والكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر